واحد لإيران صفر لأمريكا في سحة العراق المفتوحة على مصرعيها للطرفين تمد واشنطن وطهران خيوط ثوب الحكومة المقبلة كل على حدة وبمنحا متقاطع كل يريد الحكومة على مقاسه لكن ما جرى في البرلمان كان لسليماني على حساب ماكورغ وإذ كانت إيران أول المهنئين بفوز الحلبوسي برئاسة البرلمان بأغلبية كبيرة فإنها توجه صفعة ورسالة لأمريكا إنني هنا بل وتستكمل مشروعها بترشيح القيادي بالمجلس الأعلى عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة بحسب صحيفة العرب اللندنية الصحيفة أوضحت أن الكتلة المدعومة من إيران أثبتت أنها الأكبر بعد انتخاب مرشحها الحلبوسي حتى من نواب محسوبين على تحالف سائرون أو النصر وهذا ما دعا أحد رجالات طهران في العراق قيس الخزعلي إلى التفاخر بأن مرشحهم فاز بالمنصب منتصرا على التدخلات الخارجية في إشارة إلى الولايات المتحدة إذ لا يعتبر الرجل وغيره كثيرون من سلسفة العراق الجدد تدخل إيران تدخلا خارجيا بل له فلسفات عدة منها عقادي وسياسي في المقابل قالت الصحيفة إن حلفاء واشنطن في العراق توعدوا برد الصفعة عبر استحواذ مرشح موال لها على منصب رئاسة الحكومة وهذا ما يبدو صعبا لا سيما أن عبد المهدي لقى قبولا من الصدر فضلا عن كون الصدر وإن طال صراعه مع حلفاء إيران العلنيين فإنه في لحظة الحقيقة يكون ورقتها الرابحة والمنقذ الأخير من جهة أخرى قد يكون عبد المهدي مرشح تسوية توافق عليه واشنطن فقد نقل موقع درج نيوز عن مصادر رفض الكشف عنها أنها أكدت أن الأمريكيين سيوافقون على عبد المهدي كمرشح تسوية بعد أن أطاحت إيران بحيدر العبادي لافتا إلى أن نجل المرجع الديني علي السستاني رشح عبد المهدي بطلب من إيران خصوصا بعد تخلي الصدر عن العبادي والدعوة لإقالته أثناء جلسة البرلمان التي ناقشت أزمة البصرة ترجمة نانسي قنقر